في تصريح خاص لسمو الشيخ عبدالله بن عالي بن عبدالله الثاني عبر سموه عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على حسن الاستقبال وقبول الوساطة مؤكدا أن هذا من شيم ملوك السعودية حفظهم الله وأشار سموه إلى أن ما وجده من حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الشعب القطري دعاه لطلب تخصيص رقم للاتصال لتسهيل زيارات القطريين لأقاربهم في المملكة العربية السعودية وهو طلب لاقى قبول خادم الحرمين الشريفين حيث أمر جلالته بتخصيص غرفة عمليات خاصة بطاقم سعودي لتولي شؤون القطريين وتكون تحت إشراف سموه في ظل قطع العلاقات وأكد سمو الشيخ عبدالله بن عالي الثاني أنه تواصل مع محافظ مؤسسة النقد السعودي حول ما تم تدوله من أنباء بشأن إيقاف صرف الريال القطري للمواطنين القطريين الذي أكد بدوره أن لا صحة لهذا الخبر إطلاقا ودع سمو الشيخ عبدالله بن عالي الثاني كل ذي حاجة أو طلب من الشعب القطري الاتصال برقم غرفة العمليات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين مشيرا إلى أن ما قام به هو لأجل قطر وأهلها الكرام